اشترك في قناة الساحر وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد اولا باول تصرفات عجيبة تفاجئك بها الفتاة بعد الانفصال على الرغم من ان الانفصال قد يكون القرار الامثل لعلاقة عقيمة الا انه يبقى مؤلما على كل حال وللمرأة في معظم الاحيان النصيب الاكبر من ذلك الالم وبخاصة اذا كنت انت ايها الرجل من اتخذ قرار الانفصال بنفسك فهل ستقف المرأة دون ردة فعل لا تتوقع ذلك وكن مستعدا للمفاجآت في هذا الفيديو نعرض لك سبع تصرفات عجيبة تقوم بها المرأة كردة فعل مبالغ بها بعد الانفصال تابع معنا واكتشفها اولا رقم هاتفك الى سلة المهملات غالبا ما تكون هذه هي ردة الفعل الاولى اذ تعمد الفتاة الى هاتفها لتمسح رقمك اللعين منه فورا لكن المضحك والمؤسف في ان معا هو ان مسح الرقم لن يغير شيئا في الحقيقة لن يغير ما جرى ولن ينسيها شيئا كذلك كما ان الرقم سيظل في الغالب مخزنا في ذاكرتها لسنوات ليس هذا فحسب بل انها ستقوم بعمل حظر لك في كل مواقع التواصل الاجتماعي كرسالة تخبرك فيها كما قالت السيدة فيروز مش فرأ معاي ثانيا تفعيل مود الاحزان تفرش احزانها تشغل الاغاني الحزينة وتغوص في بحر من الدموع هكذا تفعل بعض الفتيات بعد انفصال اليم وقد يكون في الامر شيء من المبالغة ولكن لا شيء يفرغ ما يكتنزه القلب من شحنات سلبية وذكريات وغضب مثل الدموع وقد تعود بعد بضعة ايام من رحلة الكآبة تلك منتعشة منطلقة للحياة واكثر صلابة وقوة ثالثا تستيقظ في اليوم التالي خبيرة علاقات بعد انفصال عصيب تتحول بعض الفتيات الى خبيرة في العلاقات لتسدي نصائحها وعصارت خبرتها المريرة في ميدان العلاقات الشائك للقريب والبعيد وفي اي فرصة سانحة وتصبح العلاقات مادة الحوار المفضلة لديها ربما لتفكيرها المستمر في التجربة السابقة الفاشلة او لتجنب من حولها من الاحب والاصدقاء الوقوع في الحفرة ذاتها رابعا تنصرف عن ملذات الحياة حين يجرح الحب هذا القلب الرقيق يبث فيه زهدا وترفعا مؤقتا ربما عن ملذات الحياة وبهرجتها فتجد ان الفتاة بعد الانفصال قد تنعزل قليلا لتعطي عقلها وقلبها استراحة من كل شيء وبعيدا عن كل شيء وقد تجدها في المقابل منخرطة بشدة في شتى الاعمال التطوعية والخيرية تطبب قلوب المساكين والمحتاجين على بركات العطاء والرحمة تداويها خامسا تتعقب حركاتك وسكناتك لعل هذا التصرف الغريب من اكثر ردات الفعل شيوعا بعد الانفصال واكثرها لا منطقية على الاطلاق فبعد ان يهدأ غضب الفتاة قليلا تتحول الى عميل مخابرات سرية لتبدأ بتعقب اخبار حبيبها السابق في كل مكان في الواتساب الفيسبوك او الانستغرام وغيرهم حتى انها قد تتصل برقمه من رقم غريب دون غاية محددة لتغلق بمجرد ان يرفع السماعة ويجيب وقد تجند بعض الاصدقاء والمعارف لرصد تحركاته وموافاة اخباره واخر التطورات في حياته سادسا ترفع شعارات تمجيد العزوبية عازبة وافتخر يترك الانفصال اثرا قويا لدى الفتاة مؤلم ولكنه يكون في النهاية اشبه بصرخة استيقاظ لقوتها واستقلاليتها وعزة نفسها التي لن تظهر لك سواها حتى وان كانت تموت من الداخل لكنها قد تبالغ بردة الفعل تلك احيانا لتصبح من انصار العزوبية والاستقلال عن الاخر بل قد تنظم مجموعات او نواد صغيرة تجمع من يشاركنها النقمة من العازبات حتى لا تشعر وكأنها اصيبت فجأة بما يشبه الحساسية من جنس الرجال اجمع سابعا تجري تغييرات شاملة كشعار ترفعه لصفحة جديدة تفتحها وحياة جديدة تبدأها بعدك ومن دونك تميل الفتاة الى تغيير مظهرها وتجديد قصة شعرها او صبغه بلون مختلف وتجربة ملابس وازياء مختلفة والاعتناء اكثر بجمالها واناقتها لا لشيء سوى التجديد النسيان والانتقام احيانا اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو ولا تنسى دعمنا بتسجيل الاعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فورا نشرها اما اذا اردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة امامك الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة